أنا عم بحكي بهذا المستوى وأنا بدي أختم قبل الساعة صدعة لافت أن يكتفي السيد حسن نصر الله بساعة على غير عادته ليطل بعده إسماعيل هنية لإلقاء كلمة قد يفهم من ذلك أن التنسيق في ذروته ظهر الأمر جليا في لبنان قبل أشهر بهذا اللقاء بين الأمين العام لحزب الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس واليوم يأخذ بعدا آخر هو تنسيق أكبر وأشمل بين مكونات محور المقاومة ويبدو أنه دخل مرحلة متقدمة من تضافر الجهود يزداد المحور تماسكا وصلابا وفي ذلك تؤكد المقاومات المترامية الأطراف أن تجميعها لإيران فيه دور كبير والغاية بلوغ المحور وحدته مطلب على الأرجح لا تبتغيه وحدها حركة الجهاد الإسلامي والتي شدد أحد قادتها خالد البتش على أنه بات أمرا ضروريا ينسجم مع وحدة المعركة ضد عدو مشترك كذلك تريد حماس التفرغ للمقاومة وقبلت بتنازلات سياسية تحقيقا للمصالحة الفلسطينية بينها فصل المواعيد الانتخابية تتقطع تلك الإرادة مع تحولات جوهرية يشهد العراق حيث تزداد حماسة المقاومة فيه لإخراج المحتل والتفرغ لمواجهة إسرائيل في أهلان فصيل منها هو كتائب حزب الله العراق عن اسم أمينه العام رسميا إذان بدخول مرحلة جديدة للمقاومة لعلها أيضا توجه تسير في خطه بقية الفصائل بوضوح أكثر تتحدث المقاومة في اليمن عن معركة شاملة في حال وقوع أي اعتداء على إيران والكلام لمحمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله لم يأتي ذاك من فراغ فالمحور بات يمسك بزمام الأمور ويرد على صعد متعددة وفي ذلك يختار المكان والزمان الأنسبين وتحذر إيران بشدة من أي مساس بأمنها يدرك الحلف المعادل للمحور تعقيدات استهداف طهران ويحسب لذلك حسابات الرد الإيراني وجديته ولا سيما أن الإيرانيين فعلوا مع أمريكا ما لم يسبقهم إليه أحد